أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ويرب تكونوا بتحتوا وساعدتوا مزيان هذا الموسم الدراسي وبالنسبة قناة تعلم مع آدم وإياد أعترفكم هذه السنة بكل ما هو جديد في حقل التربية والتعليم بكل ما يتعلق بالتمرين، دروس، فرود، تطبيقات تعليمية ومتصميم القناة المفيدة جداً وكذلك كل ما يحتاجته خلونا في التعليقات بالنسبة للموسم الدراسي كي بدأ بتقويم تشخيصي الهدف منه هو تقويم مكتسبات سابقة بس تعدوا لهذا الموسم الدراسي الجديد يعني دائماً باش ندى سنة خاصة لبعدها نعمل دعم للسنة يعني يكون أدك شي يعني للسنة المالية يكونوا عندي في الدماغ دي يعني يكونوا مفكروا إذن بالنسبة للتقويم التشخيصي عن خدم التقويم التشخيصي لمادة التربية الإسلامية للمستوى الثاني يعني تقويم التشخيصي لمستوى الثاني مادة التربية الإسلامية الرئيز على شكل بدا آف أو يعني التقويم التشخيصي على شكل بدا آف عن خلي لكم في صندوقي أموصفر ندعو بصورة أو السؤال الأول إذن تسكية إذن هنا إلتدهار شفوي إذن هذه السؤال خاصكم تكونوا حفظينهم وبالنسبة باش يصنب الأستاذ تلميذ في خانة متمكن أو في طور تمكن أو غير متمكن هذا بالنسبة للسؤال الأول سؤال الثاني أصل آية بصورتها إذن بالنسبة عندنا مجموعة دي الآيات سنحاول نوصل لهم بصورة يعني الصورة يعني الآية فين كي نأينا صورة إياك نعبد وإياك نستعين لم يلد ولم يولد رحلة الشتاء والصيف وأرسل عليهم طيرة أبابيل إذن إياك نعبد وإياك نستعين صورة الفاتحة لم يلد ولم يولد صورة الإخلاص رحلة الشتاء والصيف إذن بالنسبة صورة قريش وبالنسبة أرسل عليهم طيرة أبابيل صورة الفيل نعم ننسقل إلى السؤال الثالث دائما ما كنش نقطه نايا الخانة متمكن أو في طور التمكن أو غير متمكن بالنسبة للسؤال الثالث املأ الفراغ بما يناسب إذن هنا نحاولكمل الفراغ بهذه الكلمات أنا مسلم أعبد إذن الله نكتب إذن في هذه الفراغ ولا أشرك به أحدا إذن كينا واحد كلمة نقطة ولا أشرك به أحدا إذن بالنسبة الجملة الثانية واحد الله بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم إذن سألنا السؤال الثالث إذن دائما متمكن طور التمكن أو غير متمكن والسؤال الرابع أنا أربط بسهنة إذن هنا معلومات تتعلق بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاوات إذن بالنسبة ولد في عام الفيل جده عبد المطلب أمه أمينة بنت وهب نشأ يتيما إذن ننتقل إلى السؤال الموالي السؤال الخامس ألون أعمال الوضوء إذن عندنا مجموعة إذن هذه الأعمال نحاوله يعني نلونه الأعمال التي عندها علاقة بالوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين غسل التياب تنظيف مكان الصلاة غسل يدين إلى المرفقين غسل الرأس غسل الوجه بصابون مسح الرأس المضمدة غسل جسد مسح الأدنين إذن غسل الرجلين إلى الكعبين من أعمال وضوء غسل التياب لا علاقة لا بأعمال وضوء صندف مكان الصلاة نعم غسل يدين إلى المرفقين نعم غسل الرأس لا مسح الرأس إذن خطأ غسل الوجه بصابون ما كانش غسل الوجه فقط مسح الرأس صحيح المضمدة غسل الجسد هذا عنده علاقة ليس بالوضوء مسح الأدنين عنده علاقة بالوضوء ننتقل إلى السؤال السادس أتميم شفائيا إذا هنا أركاء الإسلام خمسة هي الشهادسان إقامة الصلاة صوم رمضان إتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلة إذن أصلي في اليوم خمس وهي إذن أصلي خمس صلوات وهي صلاة الصبح صلاة الضهر صلاة العصر مغرب والعشاء إذن هذا شفائيا يعني إذن هنا بالنسبة أتميم شفائيا وليس كتابيا ننتقل إلى السؤال السابع أكتب صحيح أمام العبارة الصحيحة وخاء يعني صاد وخاء أمام العبارة الخاطئة إذن أقتصد في استعمال الماء أعتدي على غيري أشكر الله على نعمه أرمي الأزبال في الماء لا أشكر الله على نعمه إذن أقتصد في استعمال الماء يعني عجب عدم تبدير الماء نعم صحيح نكتب صاد إذن بالنسبة أعتدي على غيري هذا عمل أو سلوك غير حسن إذن هنا خطأ إذن خاء نعم أشكر الله على نعمه دائما بالحمد إذن نشكر دائما الله على نعمه فصحيح أرمي إذن أرمي إذن أرمي الأزبال في الماء هذا تصرف يعني يلوث البيئة لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها إذن هنا هذا تصرف خاطئ إذن نكتب خطأ إذن نشوف التصرف لا أشكر الله على نعمه دائما هذا جحود يسمى جحود إذن دائما نشكر الله على نعمه إذن هنا خطأ إذن هنا كسب الله نافية إذن خطأ نعم ننتقل إلى السؤال الثاني ولون بطاقة السلوك الصحيح لا أحسن معاملة زملائي لا أشكر من قدم لخدمة أشكر من قدم لخدمة أطيع والدي أحبهما أنظف جسمي وتيبي إذن لا أحسن معاملة زملائي هذا سلوك غير صحيح لا أشكر من قدم لخدمة هذا كذلك سلوك غير صحيح أشكر من قدم لخدمة سلوك صحيح أطيع والدي وأحبهما صحيح أنظف جسمي وتيابي سلوك صحيح إذن هذا بالنسبة مادة تربية الإسلامية كان هذا رئيس في المستوى بالنسبة للمستوى الثاني نتمنى أن نكون فيكم شكرا وإلى اللقاء